أزمات تتسع شدتها وحلول غائبة واصطر كامل الفشل والفساد الذي يضغى على الوضع العام في العراق حتى بات يهدد مصير البلد ويضع مستقبل شعبه على شفا كارثة حقيقية البنك الدولي تحدث في تقرير له عن العراق وموازنة عام 2020 المالية التي يعتزم إقرارها هذه الأيام مؤكدا أنه في ظل عدم اتخاذ تدابير مبرمجة لضبط الأوضاع فمن المتوقع أن يغفز عجز الموازنة إلى 19% من إجمال الناتج المحلي بنهاية عام 2020 مبينا أنه نتيجة لذلك فإن الحكومة في العراق ستواجه فجوة تمويلية حادة لن تقتصر نتائجها على إرجاء تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فحسب بل ستحد من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات التعافي الاقتصادي فيما بعد انحسار جائحة كورونا وأضاف البنك الدولي أن العراق لم يستطع لغاية اليوم من أن يصادق على الموازنة السنوية على الرغم من وصول العام إلى الربع الأخير حيث أثرت ظروف العراق السياسية وانهيار أسعار النفط الذي تشكل عائداته نحو 95% من قيمة الإنفاق الحكومي على تمرير المصادقة وأوضح التقرير أن العجز في موازنة العراق لنهاية عام 2019 بلغ حوالي 45 مليار دولار ما يتطلب تقييد الإنفاق الحكومي إلى أقصى حد ممكن وهو ما عجزت عنه الحكومات المتتابعة في ظل فوضى القوانين وتداخل الصلاحيات وغياب الرقيب ويشكل اتساع الإنفاق الحكومي على الرواتب العباء الأكبر الذي لطالما أثقل كاهل الموازنة حيث تبلغ القيمة النهائية لرواتب الموظفين حوالي 48 مليار دولار في السنة وكانت أسعار النفط المرتفعة تتكفل بمهمة سد العجز إلا أن تغيرات عالم الاقتصاد العالمي أصبحت تؤكد حتمية أن يجري العراق تغيرات هيكلية وجدرية في بنية الاقتصاد الرائعي وضرورة تحوله إلى نمط السوق المفتوح وتشجيع القطاع الخاص وتنشيط الصناعة والاستثمار الخارجي وهو أمر يبدو خارج حسابات الطبقة السياسية الفاسدة التي تتحكم بمصير العراق اليوم وتستنزف ثرواته لمصالحها الخاصة ولمصلحة الأجندات الإقليمية التي تأتمر بأمرها